مشاهدات ومشاهدي تلبزا تيفي مرحبا بكم في هاللقاء الخاص اللقاء خاص في ظرف خاص في ظرف تشهد فيه توا تونس الاستعداد لإعلان على حكومة جديدة في ظرف أيضا تونس توانس هالكل نصير ورجاء ليتسألوا هالفاعل أننا لم نخرجوا من هالأزمة ولم نعيشوا ظرف جديد ولم نرتاحوا ولم نرتاحوا من الفقر ولم نرتاحوا من مشاكل ولم نرتاحوا من الإرهاب برشا أسألها في هالأيام هذي أسأل فيها التونسي التونسي متفائل بالحكاية هذه ولا مش متفائل هذي الكل مش نعرفه اليوم مع ضيفي في هذا اللقاء الخاص من جديد رحب بكم مشاهدات ومشاهداتي تلفزة تيفي وكما قلت في هذا اللقاء الخاص ضيفي خاص ضيفي لهذا المساء شيخ عبد فتاح مورو نائب رئيس مجلس الشعب التونسي ونائب رئيس حركة النهضة مرحبا بيك سيد الشيخ أهلا وسهلا مرحبا بيك الأفضل الشيخ ما تقولهاش عليه خالت تلبس لي جبة وعمامة ودجوش تحبيني يقولك أنا معناه أنا الوظيف متاعي وظيف سياسي موش معناه فرق بين الدينة والسياسة لكن نقول لي كل مقام المقارب معناه أنت مع تدخل الدين في السياسة ذاك تحبيني لا أنا ضد ذلك ولذلك لا أريد أن نوضف صفة الشيخ على ربي يتعلم سمحني أنت ما نعرفه كان بالعمامة والكبوس والجبة وتبارك الله ومنور أما أشتعب معي تراث الوطني هذا تراث الوطني أنا أحمل تراثي الوطني لكن أنت تقول لي فلان فلاني فقط أو كانت حابة تجريد ما تفرضهاش العمامة الكلمة دية نعم سيدي ما تفرضهاش العمامة لا ما تفرضهاش العمامة إلا يفرضها الوظيف اللي ممكن يحتله الإنساء وقت اللي يقول لي عنده وظيف ديني يقول له شيخ ما أنت أيضا تأم الناس في صلاة الجمعة لا منذ أن اتفقنا في تونس على أن العمل السياسي لا تداخل بينه وبين العمل الديني أنا لم أصعد منبرا في تونس أبدا ولم ألقي درسا في تونس أبدا معناها أنت اليوم تقول فعلا أن احنا فصلنا الدين على السياسة في تونس يعني احنا فصلنا الاهتمام الديني على الاهتمام السياسي للتخصص لا أريد أن أثقي للساحة السياسية بمعركة جانبية تتمثل في كونه الدين يتدخل في السياسة ويريد الدين أن يتحكم في السياسة هذا يجبرني أني أنا ناس العمري ما أسمعت أنا واحد صحفي أو صحفي قال أو حتى شخص عادي قال السيد راسل غنوش يا شيخ وقال له لأ ما تقول ليش كيف ما قلت لي أنت رغم لي هو رئيس الحركة أنت نايب ورك نعم أنا أستاذ راشد دائما نقول الأستاذ راشد ومنذ زمن بعيد كان رأيي أن يقتصر على لقب الأستاذ وأن لا يلقى عليه لقب الشيخ قضية اختياره كان هو اختار أو فرض عليه ذلك هذه قضية ثانية أنا رأيي إلى اليوم أن الأستاذ راشد الغنوشي ينبغي أن ينادى باسم أستاذ أستاذ عبد فتح موري اليوم السارع التونسي عيش ضرف خاص جدا ضرف تشكيل حكومة جديدة فتعين رئيس حكومة جديد لتشكيل حكومة جديدة العباد مش نعم متعودين بين عشية موضوحها في هالسنوات عشنا سبع تقريبا حكومات متتالية يقول لك كل مرة نحنا كل عامين شنو يمكن يتغير هل فعلا أصبنا في هذا القرار أصابت الطبقة السياسية في الإعلان في رغبتها أنه تتشكل حكومة جديدة وفي الحقيقة ما مش قرار اختياري بقدر ما هو نزول عند ضرورة ملحة فرضت على السيد الرئيس الجمهورية أن يفكر في تغيير الحكومة باعتبار أن الوضع الذي نعيشه خاصة على المستوى الاقتصادي يكاد يصل إلى مطب كبير أخاف أن يفضي إلى الفشل المطلق فكان رئيس الجمهورية رأى أنه يجمع الطبقة السياسية يتجاوز فيها تركيبة البرلمان ويعرض عليها الأمر وتنتهي إلى وثيقة هامة تسمى وثيقة قرطاج التي حددت معالم العمل السياسي المستقبلي اليوم نحن بصدد الإعداد المادي لتنفيذ هذه الوثيقة يعني بالنسبة لنا تشكيل الحكومة هو في الحقيقة بهدف تحقيق تلك الورقة وجعلها واقعاً يعاشاً هاو يقول له ما نشرها تونسي يقول لك أن تومة كانت منحصرة هالحكومة حكومة سيد الحبيب السيد في بعض الأحزاب الأربع حزاب السياسية اللي شكلت الحكومة اليوم مش تتوزع الكاكا واليوم مش تتعقد الأمور أكثر وأكثر لا هو المقصود مش توزيع مناصب سياسية في الوزارة المقصود جعل هذه الأطراف السياسية التي كانت مقصاطاً من القرار تساهم في القرار وتحدد معالم المرحلة أن تكون هي ممثلة في الوزارة ومش ممثلة في الوزارة مش هذا المقصود لكن هذا أنت تحليل سيتك ولكن اليوم كي نسمعه كل الطيارات السياسية تكلموا بعدد الوزارة نحنا في حزب كذا مش يكون آخر تصريح من أحد شخصيات حركة النظر يقول نحنا مش يكون عندنا وزراء أكثر من أفاق معناها اليوم هذه عملية متاعك عكسياسية لا هو مش كعكسياسية لأنه الديمقراطيات من أصولها أنك تأخذ منافل وزارة بقدر ما تملكه في البرلمان هذا شيء طبيعي عادي لكن قل أنا أتجاوزه هذا لأن المرحلة تقتضي التفتيش عن الكفاءات أنت تكلمني توقع حركة النهضة أنا كلم فيك رأي رأي الفردي الذي أقوله في داخل حركتي وحركتي تسمح لي بذلك ولكن هل تتبنى موقفك؟ لا ممكن تتبنى وحركتي لم تقرر اليوم بشكل مهائي الموقف في هذه القضية لأننا نحن غايتنا أن شكون ممكن ينفذلنا البرنامج اللي اتفقنا عليه في وثيقة قرطاج إذا كان نلقاوا ناس كفاءات في داخل الأحزاب يقوموا بذلك يا مرحباء لكن إذا كان فما حزب عنده كفاءات أكثر من حزب ثاني لا مانع من نكون جميعا مساهمين في تنفيذ هذا البرنامج لكن بقدر ما يملك كل واحد منها من كفاءات داخل يعني نرفع من هذا أنه نحن مش نبعده على ما يسمى بالتكنوكرات مش نبعده على التكنوكرات لأن التجربة لم تكن ناجحة خليتش وقت هالتجربة دي مش معناها تكنوكرات تكنوكرات معناه إنسان فني يتعلق هو فما هو أحد منقطع عن تأثير سياسي يخفيه هو لا يظهره والذي لا يظهر تأثيره السياسي لا يمكن أن يجير الشعب لصالح خدمة برنامجه هو اللي فشل سلاح ببسيد شنوه أنه ما عندوش ظاهير من الأحزاب السياسية وراها كل سياسي يحتاج لثلاثة حاجات يحتاج إلى برنامج واضح يحتاج إلى فنيين حوله يحولون ذلك البرنامج إلى تقنيات تطبيقية ويحتاج ثالثا إلى زخم شعبي يؤيد برنامجه يقولوا سيدة الخليين أقبل أن ندخلوا في عهد الحكومة جديدا لما زادت قاعدة تتأسس أنه سيلاح ببسيد حتى صحيح كان اختيار رئيس البجي قاية السبسي ولكن في الفترة الأخيرة شد تقارب كبير بينه وبين حركة النهضة وكان يعتقد أنه مش تسانده فعلا وأنه ما تطيحش على حكومة نهضة هل وفما ليقولك والله يخنته لحقيقة الحركة تسمع بيه الكلمة ذا وقيلة كانوا كاريكاتور هذا لأن حركة النهضة هي في نطاق الرباعي الذي يحكم والمشاورات اللي قم بها السيد الرئيس الدولة أفضت إلى شبه وفاقا على تغيير مرحلة بمرحلة وسبب التغيير ليس فشلا لأنه حتى واحد مقيم عمل سيلاح ببسيد حتى واحد مقيمه فما النظرة إجمالية سطحية واحد يقول نجح وناخل يقول ما نجحش ما قيمناهش إذن التغيير ليحصل لحكومة سيلاح ببسيد راجع إلى تغيير المشهد السياسي في البلاد أي معناها أنت تقول لي ما قيمناهش فشل أخر راجع أخر سيلاح ببسيد معناها أنا رأى أنه وكأنكم معناها الرغبة للأحزاب السياسية في مزيد من تولي من اشتلاقها على حقائب ولا على النطاق حقائب ويزرية أكثر ما أنت تقول لي ما قيمناهش وزير ونحيناه مش حكومة ما قيمناهش هو اللي يقع الرغبة في توسيع المشهد السياسي كانوا أربعة ولا وتسعة كانت المنظمات الوطنية خارجة القرار السياسي أدخلت في القرار السياسي فلما أحزاب ربما ما تمثلش كالروح عاما في التسعة ولو ما تمثلش على المستوى الانتخابي لكن ممكن تمثل على مستوى تجيير الطاقات عندها إعلام يتكلم باسمها عندها وجود في منظمات المجتمع المدني وهذا لا يمكن أن نغفله في تأييد أي برنامج تقوم به أي حكومة قادمة اليوم الشارع التونسي اللي ينتخبكم ولي أعطاكم الحق باش تبيضلوا لحكومات وتجيبوا لحكومات من ديسبسيون الأخرى من كل مرة اختياراتكم من بعد الثورة لليوم ناس كل تعبت وليش كون يوضمن لنا أنتو من أركو آي تفائلوا خيرا تجدوا خيرا هكو ليه مخير جربناكم سبع مرة هاو طاحتها وتبدلت هاو رئيس حكومة وتبدلت أنتي بيدك قبل أن نثوره متقلق أنتي كعب فتح مو متقلق من المشهد ذلك نجاوبك هاي وقتين نولي ونعتبروا أن الوزارة حاجة والشعب قاعد من غاديك حاطت ساق على الساق وقاعد يرشم ويقول هاي نجحت هاي خسرت هاي نجحت هاي خسرت والله لا تقوم إنا قايمة إذا كان ما يصبحش الشأن السياسي العام هو قضية حكومة وشعب في الآن نفسه ويجير الشعب لخدمة أغراض الحكومة ويعتبروا أن التغيير وضع البلاد ما هوش في التسعين ولا المياء اللي قاعدين يحكموا وإنما هو في إيرادته هو ومن موقعه هو يجب يغير ما وكلك السعب من التي عليشنا نايم في البرلمان وكلك السعب حتى تخطرها وكني مش يتحرك معايا مش مش يقعد في داره طوال يوم من الشعب انت يمش تشارس كمش تحط وزير الفلاحة لا مش هذه قضية احنا عنا سياسات متفقين عليها أعلمناها الأمر الثاني احنا عنا توجه وطني الشعب يلزم يفهموا أنه كيف يعطل العمل بدون موجب قاعد يعطل في مشاريع الدولة واقتل يسكر الطريق قاعد يعطل في مشاريع الدولة واقتل لي ما يخلص الأدام تاهم قاعد يعطل في مشاريع الدولة واقتل لي البلدية ما نعطيهاش الزبرة والخروبة ما تجمش تنظفلنا البلاد يجب نشعروا بهذا هذه مسؤولية المواطنة ولكن انت اليوم رسمت خطة خمسيل نعم ورسمت نيزانات 2016-2017 و2017-2018 نعم يعني اليوم أنا شكل الحكومة أوروبا وليوت مش نعاود نقعد لننغير ويجي نبدله من له الجديد مش مش يتغير فما اهتمامات ستقدم فما ملفات ستقدم على ملفات وثيقة قرطاج أبرزت الاهتمام الذي ينبغي أن ينصب على التشغيل على التنمية على الأمن العام اللي هي مفاتيح أي نهضة في البلاد القضية أن الملفات اللي كانت مطروحة في الحكومة السابقة الحكومات أرادت أن تفصيلها جميعا في وقت واحد تزورق من هالملف ورق من هالملف ورق من هالملف ما يظهرش الإجازة بتاعك كيبدأ عندك سبعين ملف وتاخد ثلاثة ملفات تنجزها المواطن يراك وأنك أنجزت فما ملف قدامك قاعدة صغار كل يوم تنحي عشر ورقات تخدمهم وتقول للشعب بعد ثلاثة شهر هاوش عملت يا شعب اللي كان ينقص الحكومات السابقة هو هذا الاتصال هو هالصدق في تقديم مدى الإنجاز الوطني فتح القرارات الكل ديمة قرارات تنحية الحكومة ربما الحكومة السيحمادي اللي كانت نتيجة الضغط الشعبي وخرجت الناس في بارد وإلى آخر ولكن القرارات الكل جاءت من فوقيها ويجاء نبدلوا الحكومة يعني اليوم تحب تقنعني أنه الشعب الكريم مش يوال يحسب هو يشارك في محاسبة السياسة وشون إشكال كيف أعطيني أليئة أليئة حقيقية وقعدوا كل يوم نخرجه للشارع نعيط دجاج دجاج احنا عمنا مجتمع مدني نافذ اليوم المجتمع مدني قاعد يدخل البرنامان قاعد يطلع على عمل البرنامان قاعد يطلع على عمل الحكومة قاعد يعلق عليه قاعد يشير إلى الأخطاء قاعد يفضح في الفاسدين قاعد يفضح في النقص الإداري قاعد يفضح في التهرب من الجباية قاعد يفضح في التهريب هذا قاعد يتفضح اليوم وقاعد يتقال أشي يحتاج هذا؟ يحتاج إلى مجموعة أولويات باكو الحكومة جديدة باش تصرف همها ليه وتجد الجميع يقفوا إلى جانبها في تنفيذه رأوا اللي مش يقوم بالإصلاح موج محبور مو اللي مش يشرف على الإصلاح كل وزير مش يكون عنده وزارته معايا ولا في التحليل هذا به أنت اليوم مثلا ما سرّب خلينا طالما أنا نحكي مع نائب رئيس حركة النهضة نجمش نحكي معا على حزب أخ ما أو ما يشاع أنه الناس اللي ترشحت اللي مش ترشحوه من تومك حركة هم نفس الوزر اللي شوفيهم وفشلوا في حكوميات تشابق لأ ما هذا ما حصلتش معنا تأكد أنه مصحيح معنا مش نمش نمش نعلم في نفس الوزور لا ممكن يقع الاختيار لكن هذا مش قرأ لم يقرر حد علمي إلى ساعة لم نقرر في داخل الحركة أن نرشحها للمناصب التي سنختارها أو ستتاح لنا أشخاصا سبق لهم التعاهد بها لا مش تعاهدوا بها يعني هم مش ما قلتش أنا وزير الصحة يرجع للصحة ينجم وزير التكنولوجيا يرجع للفلاحة نعم أما فما فشل بتاعت السير خاطر المشكلة يخي هم مختصين الناس كل في المجالات الوزارة هي مسير هو شخص قادر للتسيس تنجسيونير بدرجة أولى فشل في وزارة أخرى وتريدوا اليوم لأحد أعطيني ما هي تضمتنا حكا عن جمعات وزارة النظر هو شكون قالوا أنه فشلوا خصومهم السياسية خصومهم السياسيين هم قالوا عليهم فشلوا كما نحن تولي نجم نقوله الخصومنا السياسيين أنتم مفشلتوا في الفترة دي بعدنا لكن نحن ما نقولوهاش ما نحبوش نقولو أنتم مفشلتوا مدام حل صوتوا للحل الحكومة لا فما كونجنكتور موجودة فما كونجنكتور موجودة ربما هي السبب في نسبة 70 أو 80% في عدم تنفيذ برامج الوزارات المتتالية والكونجنكتور هذه تحتاج إلى قوة باش نقلعوها الفساد اللي موجود في البلاد جزء منه قاعد نافذ إلى اليوم هل تعتقد أنه نحن النموذج اللي اخترناه تونس ما بعد الثورة هل يساهم في الحكم القرار على الثلاثي الجمهورية رئاس الحكومة والبرلمان هل هو اختيار موفق اليوم وكنتم من أكبر الداعين إلي أنتم في حالة ناظه إلا فتاح مر وهذا التاريخ صحيح أنا من عام 2011 كنت أناهض اختيار النظام البرلماني وكنت أقول السبب في ذلك أن النظام البرلماني لا ينجح إلا في بلد فيه تقاليد حسبية ثابتة أحزاب قوية عندها أركانة عندها سياساتها ويختلفوا بعض وعن بعض ترقب بيناتها حدود تميزوا بينها نعم أحنا في بلاد نشأت الأحزاب بعد الثورة عمنا حزاب عمرها 3-4 حصيح ما في ذلك النهضة أستاذ النهضة كحزب لم تتكون حركة دينية دعوية هكيفاش تمكن أحزاب سياسية هشة جديدة تبني عليها بنيا عمارة تبنيها بعشرين ينطاق على عرصة تتفرق في اليوم الثاني ما وتسقط البنية الأمر الثاني اللي كنت أقوله نقول الترتيب اللي كان قبل الثورة قايم على أن القرار السياسي يفيد رئيس الجمهورية والتنفيذ يفيد الرئيس في الحكومة هذه الصورة كانت رئيس الجمهورية كان يتخذ القرار توعنده مستشارين هم الوزراء في الحقيقة لكن تسمونا مستشاري مستشار اقتصاد مستشار سياحة مستشار تربية هالبرامج اللي يخدموها على مدى ثلاثة سنوات ولا ربع سنوات يشكل فيها المراحل اللي تمر بها سياسات القطاعات متاحهم تحولوا إلى الوزارة للتنفيذ وما نسميه نحن وزيرا ليس إلا كاتب دولة في الحقيقة إلا منفذا وقت اللي غيرنا النظام وقلنا كل السلطة السياسية سنتقلوا إلى القصبة فيها درئيس في الحكومة أعطيناها ستاف متاع المستشارين اللي كانوا يحاول رئيس الجمهورية قبل أعطينا عاد شي أعطينا المستشارين اللي فيه يخدوها أربع ساعة معتناش ستاف يعملوا سياسة الاقتصادية متاع البلاد في الأربع سنوات القادمة أي شي يلزم نعملوا في النقل في الثلاثة سنوات القادمة الوزراء الذين لم تدبناهم عندهم مهمة تاني مهمة تسيير الشأن اليومي يلزم القطاع متاعهم ما يتوقفش توقع له مشكلة يجب أن يحلها يبدو سياتهم عبية فوق الطاولة و هو وقف وقاعد غيرنا بنيت الدار بكلها تغيرت الدار غلطة طيب نعوده نرجع لا ما نعوده ليه خطر فهم دعوة أنه نعطيه أكثر سلطة لرئيس الجمهورية لا لا اليوم رئيس الحكومة يجب أن يكون رئيس الحكومة مجهزا بستعفر متاع ناس أخصائيين ياخد من القطاعات المختلفة و يكونوا قادرين يقدموا ملفات قوية لرئيس الحكومة هو يدفع عليها سياسيا و ينفذها بواسط أعضاده إذا كان ما يتمش هذا ما نخرجه هذا يحتاج وقت يحتاج وقت ولذلك الإنجاز مجم توفى فترة حكومة إذا وقعت تصويت على حكومته سيشاهد و ما زلنا نحن ننتظر الدراساتي لأخيري و كيما عدنا الأحبيب سيد ما زلزينيش نصف المدة و في توفى المدى إلا و أنا وقت اللي بدي عندي مريض بالقنصار بترشي التعليق مش ندوي في ثلاثة شر مو يفهو تداو غدوة ممشي حاكمت و الشعوب متاعكم مش تقول لكم اللي تخبطكم سوى أنتم أو نيداتون سوى خيرا مش تقول لك سنوه هكا عم بعدتون زاد الفقر زاد المشاكل لأخيري و رو فما ناس تحب حلول عاجلة أيضا لا هذا يجب أن ينسب الناس تحب حلول عاجلة لكن تحب فهم لمقتضاية التدرج متع العمل السياسي وقت اللي انت المواطن تجيه في الانتخابات تقول له تهو وتعمله هكا وتقول له و راني بش نجزلك غدوة و راني بش نشغل لك مئة ألف و راني بش نحل لك ألفين طريق و حشاكا تقول له خلاف الواقع تولي غلطك وهو اللي بش يتورديك يلزم اليوم نقوله المواطن شخصوله الواقع و نقعده معه و نفهموه نقوله راي فما مشكلة هيكلية فما تغيير نظرة لمبارسة الحكم موش معنى هذا عيش بالميناء يكمون نعرف أنه ذخة أموال كبيرة من عديد الدول بعد الثورة أنا نقصد نعم الدولة بعد الثورة ما كانتش فالسة معناها في العام لول نحكي في العام لول ما كانتش الدولة فالسة المظاهر متاع الفساد و ذا اقتناء كل الأطراف نسمعوا فيها على الأقل من كل الأحزاب كل هاي ينقاوم الفساد الفساد كثر ولا لا بعد الثورة ايه ايه شو مظهر مش كثر ظهر ما كثرشي هو موجود و من قبله لكن كانت عينه الرضا عن كله أو كثر عدد الفسادين خلينا نقوله اليوم الفساد القاروح ويرتع كان قبل ممنهج في مكان واحد صحيح و عنده ناس خاصين به يوم تحل لعب اليوم ناس كله قال لك عليش هو يفسد و أنا ما نفسدش حتى نعمد يدي إذا نكثر العدد ايه ايه ولذلك هذا الشي يحتاج ايه يحتاج إلى نظرة إصلاحية فحصة هل فعلا نحن واعتقد أنه هذا أحد أسباب الأساسية في البلاد هذه هو تفشي الفساد و أنت محام يتعرف هذا عن قرب حتى كمحام هل نحن عنا أليه خطر نسمع في الشعرات رأى الفساد و ما الفساد سيلا حبيب السيد قال في آخر خطاب في مجلس الشعب أنه الفساد أخطر من الإرهاب اليوم في تونس هذا اللي قال وهو نسمع في رئيس الدولة يقول في نفس الكلام هل تعتقد وأنت من تعرف دولي بالدولة نحن قادرين عن مقاومة الفساد الآن فعلا قادرين بكل جرأة أن نقاوموا الفساد في فترة هذه قادرين إذا كانت توفر الإرادة السياسية إرادة من عند شكون إذا كانت جزء متطبق في السياسية الإرادة من السياسية الإرادة من السياسية شكون يقرر اللي شادين الحكم أنتو ما شادين وغيركم معنا اللي شادين الحكم أنا ولا غيرنا مطلوبين يحاسبوا شعبهم على الأمانة لإعطاهانهم في أنهم ينحيوا الفساد وإذا كما نحاوش الفساد هم فاسدين ما فيهم أنا اللي منحيش الفساد فاسد واللي يرضى باستمرار الحالة هذه هو فاسد على الأقل ما هوش منتفع بالفساد فاسد في مخه فاسد في عدم فهموا لي الواقع يحتاج اليوم إلى وقفة وقفة قوية ويحتاج إلى أن دواليب الدولة تجيروا لذلك ويحتاج إلى الاستعان بالمجتمع المدني واستعان بالشعب باش نقاوموا الفاسدين ولذلك يزموا نفسحوا عن كل فاسد ونعلوا عليه وكل قضية متاع فاسد يجب أن ياخذ حيزا في الإعلام مش للتشهير وإنما للإشعار بخطورة العمل على شرط أن يكون ذلك نقلا لواقع صحيح موش نجيون نتهمه زي نتهمه عنه أحد أهم الأسباب هي لا تقتصر على التبقى السياسية هناك اتهامات كبيرة بأن القضاء غير قادر حقيقة على أن يتعامل مع قضايا الفاسد بشكل جدي نحتاجه مش نكونه إطار جزء من الإطار القضائي متمحض لذلك من حيث الإرادة ومن حيث المعرفة لأن مقاومة الفاسد تحتاج إلى علوم خاصة ماش العلم القانونية العادية هي أنا لا أتقدل القاونين جيدة ولكن ليست لنا الجرأة وهناك مصالح تحول دون أنه نحن نقاوم الفاسد اللي هو أولوية الشعب اليوم كي نقولك هذا صحيح موش معناها راني أنفشل في العمل يقولك هذا صحيح لكن الوقت جزء من الإنجاز يا أستاذ أنت عندك بعد الثورة اليوم خمسة سنوات قاعد تتكلم في الكلمة هذا خمسة سنوات لا تستطيعوا أن تقتلع منظومة ما قلنا زادت قبل سوية العدد زاد حتى الألية المقاومة مع النسبة يقينا وقت اللي تسيبت البلاد في أيام الثورة الأولانية البلاد تسيبت نعاش فيما الدولة رؤوا نولينا ندخل ونخجوا البلاد كل واحد يرتع فيها كما يشاء تعطلت صالحيات البولي البوليس هربل دارو البوليس لحها الكسوة متاعه ولا يعيش في الحومة متاعه كما بقية الناس 60% مراكس شرطة تحرقت مسائس مهارية مؤسسات حكم محاكم وقع حراقها وقع حراق أرشيف وقع حراق أرشيف جزء كبير من الداخلية وقت اللي تقولي البلاد تسيبت تسيبت لما هذا معناها اليوم أنا معاك أما سيدة الناس كيفيش نجم ونقولون اليوم تعتقد أن الصراحة الناس ما فهمت عن أستاذ عبد الفتيح مورو ساعة موجودة عن طبقتنا الشياسية هل تعتقد وأنت تعرفهم جيدا وعن قرب هل تعتقد أن طبقتنا الشياسية تصارح وهذا الشعب أنا نعرف في جلهم يعرفوا الحقائق وبعض منهم يتجرأ على أن ينتقدها على نية والبعض الثاني يعتبر الأمر خاصا بالداخل معناه يحتاج ينتقد في الداخل وأنا مانا نشاعد نشاهر في الحقيقة أنا قاعد نقول في واقع يساهم في القرار ويساهم في الأصلاح ويساهم في الأقل عن طريق الحزاب أوكي هل نحن صرحناه يجب أن نصرحه وهذا دور الحزاب دور الحزاب قاعدة في داخلها في مؤسساتها المركزية قاعدة تخاصم في مبانا على تركيباتها الداخلية بما فيهن هذا ما فيهن هذا حقا تفهمتوش بربي فيهش في الحكاية اليوم سمعتنا هنا ونحن قبل جاي نقرف سوية جرائد فما مشكلة كبيرة حتى فما معركة من أجل المناصب حتى يلقى لي منشي تعينه داخل الحكوم ومش طبيعي هذا لا طبيعي نسل صحيحة هو طبيعي هذا لكن موج معركة تفرك المؤسسة معركة أني أنا أحسن ولا أنت أحسن هذا طبيعي في كل مؤسسة مدام قايمة على أساس المناصب ما فيها باز كم قول أنا أراني أدركوا هل منصب هذا والنجم نعرفي هذا طبيعي هل أحزابنا ديمقراطية فيهش بداخلها يتحتاج بوش تتطور نحو ديمقراطية حق القيام اليوم هي ديمقراطية بالشعار وبداية الإنجاز برشف الشعب التونسي يقول لك تونس دي حكموا هالشيخان سيلبجي قايت سبسي وصيره رشد الغنوشي اللي هما شيخانين في العمر نحكي كونه قيادة أخرى طيو الشيخان يتكيان كل واحد يتكي على الجنم ما هي المشكلة ما لا تتأكد أنا أتأكد أنه هم الأثنين اللي يحكموا بركة في البلاد هم الآن عندهم رأي وعندهم مدمعن ومسؤوليين وقاعدين تحملوا في مسؤوليتهم بالصدق ولا بالكذب قاعدين تحملوا مسؤوليتهم بالصدق ينجحوا ما ينجحوش هذا راهين التفاف الشعب ما يعني كنا في حكم الفردي يمشينا للحكم الثنائي بعد يسمشيوا للحكم الديموقراطي هو الفرد يجيش درجة درجة لكن أنا ميش ميز تونس ميش ديكتاتورية اليوم قاعدت تحكم الآن بديكتاتورية فما ناس قاعدين يدخلوا للحبس على خطر أراهم فما ممارسات لا مش بالضرورة الفكرية ولكن فما ممارسات برشا ممارسات اليوم طبعا فما برشا ممارسات فما تجاوز برشا للسلطة التنفيذية فما فساد فما مشكل في الجانب القضائي هذا ما يأثر على اليوم يخي توقتلي تمشي للطبيب وتلقى عينيك السر البعيدة وممريضة متاعك وفك وطايح ولا غير ذلك تحبي مجرد الحربوشة الأولانية فما يتصلح سبحان الله لا ما يتصلحش أما أنت تحكي لي تقول لي فما باي فما حرية ويخرج في المدارة ويعايته دراسة لا مش يعايته اليوم فما عين فاحصة من الشعب على التصرفات السياسية تجاوزت في بعض الأحيان الحدود لأنه ولات تتعلق بالحياة الخاصة وقلقتك حتى في البرلمان أنت شعات بعض الجمعيات مش عملك مش كسخص في رغبتهم أكثر أنه يعرفوا الحقيقة لا مراش مانعنا عندنا ما نخبيه إحنا في البرلمان ما عندنا ما نخبيه لكن هالاهتمام في بعض الأحيان يا أخو صورة التمثيل أو إرادة التشفي من الناس ولذلك بعض الناس قاعدين يسيبونه وفي حاجات ما حملوهاش طيب وشعات تحل فيسبوك تلقى فلان فلاني شرية ثلاثة اكترات به وعليه سلطناتو اشتحبوا إنت إذا كان سياسي ما شرية ثلاثة اكترات أنا كان ما شريتش أنا أنا ما شريتش لكن إذا كان هو شرية ثلاثة اكترات هذا موضوع متع لا هو مش موضوع ما موزادة لسأل ياسا الكيمة نحن قبل الترابلسي نعرفوهم مع عائلة ترابلسي الشارع الكريم كان ثائرا غاضبا من أنه بين عشية مضوحها أصبحوا يمتلكون القصور والشركات والمؤسسات إلى آخرين اليوم صحيح أنه مفمش عائلة بركة اللي هي عائلة ترابلسي ولكن اليوم لم يحن الوقت للعديد من الناس اللي يفهم الثروة ما يحساباتها أنت راجل تعرف هذا فهمتني مابين أنه أنت تكون قبل خمسة سنوات ما عندكش في رسيدك خمسة الاف دينار وفي هالخمسة سنوات نلقاك عندك ما من الفيليت فقط ما يبني عشرين عمارة هذا يتحاسب إذا كان ثمت هذا ما هو يتحاسب الفيسك ما هو موجود ما هو الياسر يغلب اللي يحاحي وانت تعرف هذا شنوه لا ما نجيش أنا نقول سيزو هاي اللطيف رأوا يملكه وما يملكش وعنده يخته وما عندوش وعندو عمارة فيها حتى نتقفهم عندوش ما هو نجم يحطه ولده اخطعمته ما مات ونجم يحطه ويبيع له هل حان الوقت نحن بش ندخله في منظومة صحيحة وفي إسلاحات حقيقية أنه نرجع للكلمة القديمة ذيك من أين لك هذا هذا جزء من الأسلاح على شرط ما يكونش المقصود منه تلويث سمعة ناس لأنه توا في الوصائل الاتصال الاجتماعي الآن القائل لا يسألوا عنه اللي يرمي الإخبار لا يسألوا عنه كيفاش تحب تقولي الوقت اللي انت اليوم الناس بارونات الفساد في تونس هما اللي تحمل الآن على الأقل مسؤولية الكلمة في هذا العديد من بارونات يمولوا في أحزاب سياسية وانت تعرف هذا جيدا يجب يتوقف هذا كيفين وقفوه؟ أعطيني قليلية مكشور ما تعرفش انت كبرلماني ووقلك الشعب ما تعرفش الحكاية ما تعرفش يكون قاعد يمول في الحزاب؟ لا اللي نسمع فيه وانا ما عنديش في يدي ملموس وانا فهم الناس قاعدين يتاجروا بهم ينقل من حزب الحزب ويعطي مليون ويعطي مليون ويعطي وزود ملايين هذا يلزم يتكشف يا أستاذ يلزم تكون عندنا أليات وانا نقرسي شوقي طبيب وما باعه الآن قائمين بعمل كبير في هالميدان هذا الجمعية متاعه معنى المؤسسة متاعه المؤسسة هذه ما تحركت لها منذ أشهر قليلة واللي قاعد نشوفيه فما إعجاب بما تنجيزه وينبغي أن تدعم وينبغي أن يحمي ويحمى رئيسها ويحمى أعضاءها من أن يعتدى عليهم لأنه اسمعنا تهديدات جيهم إرادة حرق كراهبهم وكراهب أديارهم يزم هؤلاء يحمون لأن هذه من المؤسسات اللي من شأنها أن ترد الاعتبار إلى القيم متاع التعامل السياسي القائمة على الوضوح والشفافية أحنا نحتاج وضوح والشفافية تكسب ولا ما تكسبش هنيئة لك إذا كسبت من مولد المشروع الفترة القادمة من أهم القضايا التي تعيشها البلاد هي ما يقال ما يشاع عن الاختراق داخل المؤسسات الأمنية وأنه جيتنا فترة وقفة الإرهاب ويتحرك وأنه يتحرك الإرهاب ووقت اللي يحب ويحركوه هذا ما يقال ما يشاع هل تعتقد أن فترتنا القادمة فعلا سيترك أساس المؤسسة الأمنية تخدم خدمتها؟ حب أمكاره ينبغي أن يتركوها الكلام عن التغرغل في المؤسسة الأمنية روغ طير وينبغي أن يقوم على الدليل مش على التوقع ونحتاج إلى أدلة في ذلك لكن نحتاج إلى حرص زائد على أن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية يبقاه خارج التأثير السياسي والحزبي إذا كان والمؤسسة القضائية هذوما ثلاثة مؤسسات يقوم عليهم هما مستقبل البلاد ومحاربة الإرهاب ومحاربة التطرف ومحاربة الإفساد ومحاربة الرشوة ومحاربة المحسوبية تقوم على هذة ثلاثة مؤسسات نحن مزلنا لتوى فترة الانتخابية من أهم الأشياء الانتخابات البلدية وتوى حسب ما نسمع نحن من الهيئة العليا للانتخابات الأخيرة أنه مش مش تتم في المواعد من الصعب يبدو أنه من الصعب كيفاه؟ هذا الوقت مش تسمعه في إشكال دستوري؟ لا، لماذا؟ إشكال الدستوري الدستور أعطاه مواعيد حسب ما هو متاح له من الفرص الزمنية والفرص الإدارية مش أولوية لانتخابات البلدية اليوم؟ أولوية لكن فما لوجستيك فما جانب مادي فما ظرف إعداد فما كذلك راي عام يجب أن يهيئ إذا كان الشعب الآن مشتغل بتغيير الحكومة يصعب أنه في نفس الاشتغال تشغله بالإعداد للانتخابات البلدية ولذلك تأجيلها مش نمتطعنا تأجيلها حتى نراعي إمكانية نجاح هذه الانتخابات هذا عمر ضروري التبقى السياسية وخاصة من يقرر من له سحب القرار في الداخل الأعزاب هل فعلا فما رغبة حسب رأيك وكلمنا وتعودنا بصدقك وبصراحتك هل فعلا فما نية حقيقية مش نبعده على المحسوبية وعلى المحسوبية الخاصة وإلى أخيره لإصلاح هذا البلد لإصلاح هذا البلد وللخروج من هالأزمات المتكررة المتعاقبة اللي عاشتنيها الخمسة سنة هل فما نية حقيقية؟ النية الحكم للغالب والنية قائمة عند الغالب فسر هالي بطريقة مبسطة يعني الأغلبية موجودة عند النية هذه فما ناس ربما معدومش النية هذه وهو المتسللون في كل جهاز لكن مش النية فقط تحتاج يحتاج إلى الوعي بالمخاطر هل كل سياسيين واعون بالمخاطر؟ أنا ما نتصورش هذا لأن اليوم وقتني تجي مهاترات في جزئية بسيطة وتأخذ حيزا من الاهتمام إلى حد أنه الناس تنسحب من المنظومة هذا الدليل يكون لا تعي وأنه إذا تعطلت المنظومة سيسقط الصقف على رأس الجميع أنا اللي نخاف منه أنا تتعطل المنظومة الانتقالية هذه ونرجع إلى يد شديدة تشد البلاد هذا خير منه لعل أهم حاجة في هاللقاء هذا اللي نصوره في بيتكس عبد الفتاح هو أنه مش يكون موعد أسبوعي لمشاهدي ومشاهدات تلفا تيفي الموعد أسبوعي يكون فيها الأستاذ عبد الفتاح مر علشان مش تحب تحكي أنا حاب نتحدث عن الشأن الوطني وفهمي لمجرايات الأمور وتأثرها بالمنطقة وما يحاك في العالم كله نحتاج دائما بدلا إلى جلسة متاع مراجعة أنا الذي أدعو إليه مش مش ناخدوا الحكمة من عندي الناس وأنا ما نحب المواطن التونسي يتعود بأنه في يوم الأيام كل مرة في الأسبوع يسكر بابه على روحه ويعمل استعراض للأحداث اللي مرت على شخصه أو مرت في بلاده مش يستخلص العبرة ملا بش نقوله كل يوم أحد مع عبد الفتاح مر وإن شاء الله نلقاك في بداية سبسنطنبر على تلزا تيفي أشكركم وأشكر كل من تابعونا في هذا اللقاء الخاص للأستاذ عبد الفتاح مر والذي مش بش نقول ينضم لأستاذ تلزا تيفي بل سيكون ضيفا كريما عمتداد لأنه ما عندهش الحق يخدم خدمة أخرى معناها مش خدمة نحن نعتبرها هي اللقاء مع السادة المشاهدين بعيدة على الحسابات السياسية أو الدينية على الفتاح مر كل يوم أحد بداية من سبتمبر على تلزا تيفي هذا جاهير لطيف وبقيت أسرة العاملين في تلزا تيفي قلوا لكم تصبحون على وطن إلى اللقاء